قال وزير الإعلام معمر بن مطهر الإرياني إن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران مستمرة في سرقة حصص التموين الغذائي المخصصة من برنامج الغذاء العالمي لموظفي عدد من المصالح الحكومية بينها مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر وضاف وزير الإعلام في تصريح الوكالة الأنبال يمني سبا إن عددا من موظفي مؤسسة الثورة في صنعاء كشفوا عن تلقيهم اتصالات من برنامج الغذاء العالمي للمرة الثانية للتأكد من وصول حصصهم الغذائية مؤكدين عدم استلامهم أي مخصصات للأشهر الثلاثة الأخيرة رغم إثارة القضية إعلاميا قبل أشهر إثرى كشفهم عن عمليات نهب منظم لمخصصاتهم طيلة الأشهر الماضية وطالب الوزير الإرياني برنامج الغذاء العالمي بإعادة النظر في عمله في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية وتغييم أداء المنظمات الوسيطة التي تخضع في الغالب لسيطرة الميليشيا الإنقلابية وشيرا إلى ضرورة مراجعة الأداء والعمل على ضمان وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها ممن نهبت الميليشيا مرتباتهم وفقدوا أعمالهم ومصادر داخلهم جراء الحرب التي فجرها الإنقلابيون